السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة ميكانيك واكارباء السيارات اليوم سنقدم لكم طريقة حصرية على القناة حول كيفية التحكم بصمام التحكم بالهواء يدويا لمن يعانون من مشكل تلف الصمام بشكل مستمر لنقوم بنزع هذا الصمام أولا طبعا شرحت عليه في السابق نقوم فقط بنزع الفيشة ثم يوجد برغيان نقوم بنزعهما هذا هو الصمام إخواني لنمر لعملية التعديل عليه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اذا هذا هو الشكل النهائي للصمام اخواني كان يعمل كهربائيا أصبح يعمل يدويا لو نلاحظ قبل التعديل كيف كان وبعد التعديل كيف أصبح لنمر لعملية تركيبه على السيارة وتجربته اشتركوا في القناة 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 ها هي الفيشة لم نعد بحاجة إليها لنقوم الآن بعملية تشغيل السيارة تشغيل السيارة تشغيل السيارة تشغيل السيارة تشغيل السيارة كما شاهدنا إخواني الطريقة نجحت 100% وتعمل بشكل جيد لتفاصيل أكثر تجدونها أسفل الفيديو في الوصف إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة دونتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته